طبابة ألف طبابة ألف مع نوح سعدي العيادة المسموعة بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله بركاته أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجه السعودية مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله من الساعة واحدة للساعة اثنين بعد الظهر معي أنا نوح سعدي كل يوم بيكون معنا ضيف وموضوع مهم وشيق ونسأل الله السلامة للجميع تستفيدوا بإذن الله من كل معلومة تنطرح في حلقتنا اللي ما يلحق يسمع الحلقة من أولها معانا على اليوتيوب وحب يسمعها يلحقها على اليوتيوب خلال يومين بتكون كاملة على قناة ألف ألف أف أم فيسبوك كيك تويتر إنسيجرام سناب شات قناة اليوتيوب كلها نفس الحساب ألف ألف أف أم حاب تسمعنا عن طريق النت وتتعرف علينا أكثر حيكون على موقعنا www.000fm.com معك آيفون ادخل على متجر أبل أو أبل ستور حمل تطبيق ألف ألف أف أم معك جهاز نظامة أندرويد ادخل على جوجل بلاي وحمل نفس التطبيق طبعاً تواصلكم معنا بيكون على STC 847700 واتصالاتكم على 01261 61100 أو 0112178585 ومن مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء ومعانا على الهاتف دكتور حسن سلامة استشاري الأمراض العصبية أو هيكلمنا عن استخدام البوتكس في الأمراض العصبية أول حاجة نرحب فيك دكتور حسن يا هلا فيك يا هلا فيك خلينا أول حاجة بس نعرفهم مبدئياً على البوتكس كعقار البوتكس لو بيقولين السلام عليكم من كل المستمعين الكرام يا هلا عليكم والواحد يتمنى أن هي تكون حلقة مقيدة إن شاء الله فتنها بإذن الله الله يسعدك دكتور حسن الله يخذينك يا هلا فيك العقار البوتكس ده يعني ما فكرنا بالشهد كان يقول ومن السم المطيع دواء يعني يعني كل حاجة ربنا خلقها حتى لو هي سموم ممكن يطلع منها عقار يداول الناس ربنا إن شاء الله آمين يقصته إن هو ده عبارة عن نوع من أنواع السموم اللي هي بتفرزها آآ نوع معينة من آآ البكتيريا وده يمكن يعني اكتشافه أو وصفه كان آآ قديم جداً آآ من 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 آآ وعشرين حاجة زي كده آآ كان في آآ 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 قبيب ألماني هو كان شاعر كمان فبدأ يوصف آآ الناس اللي هي بجيلها تسمم من آآ البوتودينيان توكسد ده آآ آآ بوصفه دقيق جداً آآ آآ العضلات بتضعف وعلى آخره ويبدأ بال بالعيون وثم العضلات الواجهة ثم التنفس وهكذا وحتى وبدأ يلاحظ إن هو نتيجة أكل النقالق أو اللي هي السجوع آآ آآ وحتى بدأ يوصف إن آآ كمان ده طالما إن هو بيعمل استخاء في العضلات كده فممكن نستخدمه لو في العضلة فيها نشاط زيادة آآ آآ وهي فكرة بسيطة جداً جاء من شاعر فهو البرخوزة بتاعته ده هي إلى الآن هي اللي بتستخدمه إن احنا هذا العقار بيد استخاء العضلة بطريقة معينة فممكن نستخدمه لو في حياك في العضلة أو كي بدأ يظهر تجاعيد اللي هي برضو نتيجة مشكلة في العضلات آآ 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 بعد كده بعد سنينة مش عاية السجوع السياح تجبل لنا حتى فيها بدأ يتطور جانب يطلح كعقار في مأساة تانية في الحرب العالمية التانية وبدأ هم تكرروا من هم يستخدموا كسلاح آآ آآ قاتل يعني أو حاجة زي كده آآ آآ وبدأ يفصلوا وبدأ يستخدم السجلات في آآ آآ علاج الحاول وسمة تطور إلى إن هو بدأ يستخدم حديثاً في تقريباً جميع التخصصات الطبية فهو الأساس بتاعه إن هو نتقذ من نوع من البكتيريا والإنسان لو هو أصب هذي البكتيريا أو خادل للسمة اللي هي المواد الأكلات المحفوظة أو اللي هي مش آآ مش مطلوخة كويس فبيجي له نفس الأعراض اللي هو دايماً بتبدأ من فوق الشلل أو ضعفة العضلات من العينين وتنزل على الوجه وتنزل على عضلات البلع والتنفس وننزل على عضلات التنفس وهكذا ده الخطورة بتاعته لو الإنسان أصيب بهذا المفروض آآ آآ جميل الكثير من الأسألة بتنطرح دكتور حسن حول الصداع وتحديداً الشقيقة وهل البوتكس ليه استخدام في هذا العلاج أو لا؟ آآ أنت إنسان تجيسي على حاجات اللي هي الحديثة فعلاً اللي يستخدم آآ ليها وهو صداع الشقيقة بالنزلات آآ أنت عارفت شاتك اللي فيه عندنا أنواع كثيرة جداً من الصداع صحيح صداع النصر ده اللي هو بيأخد نص الرأس في منه أنواع أشهرهم أو أكثرهم اللي هو صداع الشقيقة صداع الشقيقة يجيب انتشر بصورة كبيرة جداً ما بين السيدات بالذات السيدات يعني وفي معظم الأحيان نتيجة يعني حل تغير بتاع الناس آآ الألأ في النوم التوتر صحيح الأكلات بدأ يبقى كمان غير مستجيب للأدوية فبتلاقي المريض بيستخدم نوع ثلاثة واربعة من آآ الأدوية عشان يعالج الصداع الشقيقة ده ورغم ذلك ما بيستجرش برضه آآ فبالتالي بدأ يدخل في مرحلة إنه هو يضر من الدواء إذا تنفسه أكثر من الصداع فبعض المرضى بيقول إنه أنا بطلب أدوية صحيح 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 دكتر تضرني أكثر من الصداع مع الأسف نعم فجاء موضوع الاستخدام البوترس ده آآ من ملحوظة غريبة جدا يعني هو في استخدام التجميل والكلام ده آآ اللي هم الناس عندهم تجعيد فبدأ يلاحظوا الأطباء إن العكيب اللي بيروح يعمل تجميل عكيب فيه بسبة منهم عندهم صداع شقيق صحيح فبدأ يلاحظوا اللي بيعملوا الحقن للتجميل الصداع عندهم أو بيتحسن يعني فبدأ يقول cierto هدى ففي هنا علاقة ممكن نستخدمه في صداع الشقيق جات برضه صدفةه يعني فبدأ يستخدم في صداع الشقيق قليل ونتايجه ممتازة والمييزة بتاعته أنه ليس له اثار جانبية زي الأدوية اللي بتستخدم مهما طال مدة استخدامه ام يعني、 ما له أثر هو فيه أنواع من الناس يعني تفرج إذا كان ليه أثر جانبية عن إذا ليه مضاعفات في استخدامه هو ليه بعض المضاعفات تبع مكان الحقن بتاعه لو نحن الوجه مثلا ممكن يحصل التخاء في الجب ده تصبح حاجات نادرة جدا يعني مش مش كتيرة لأن الميزة بتاعته أنه هو مفعوله محدود في المكان الحاجات هذه ناتج عن سوء استخدام أو كثرة استخدام أو الاثنين مكان الحقن بتاعه ممكن يبقى قريب من الجفن أو تحقن بطريق الغلط قريب من الجفن فينزل الجفن شوية وبذلك يرجع الميزة برضو أنه هو الحالات ديت مش مستمرة مدى الحياة لو حصل كده فهي خلال أسبوع اثنين بتلاقيه رجع طبيعي ده المشكلة الأساسية لو تحقن في الرقبة مثلا ممكن يأثر على الصوت شوية ومخبالك لو حد بيغني ولا حاجة يتأثر البلأ مش عارف بلاش اللي بيغني يا دكتور الله وحسب صوته الحاجية نعم بالتالي بالتالي ممكن يحصل الكلام ده بس هي الميزة من المشاكل كلها عادرة غير مستمرة تلاحية الميزة بتاعته اللي هو تيخلي الأدوية أنت تستغل عنها بيجي نتيجة معض المرضى من ثلاثة لست شهور المسكنات الكبيرة اللي الناس مش واخد بالها منها بيتزود الصداع ذات نفسه يعني هو معتقد أنه لما يأخذ مشاكلات كثيرة يخف الصداع ده العكس كلما يكبر المشاكلات كلما يبقى الصداع هذه معلومة جديدة ومهمة جدا حتى بدينا اسم كده اللي هو الأبيوز الأبيوز ده اللي هو يستخدم أكتر من ده وبرعات كثيرة ده بيؤدي إلى زيادة الصداع مش خف إنه يبقى كويس يعني اللي بيعاني من صداع النصف ممكن يتوجه لطبيبه ويقول له أنه أنا أبغى أعرف إذا كان يناسبني عقار البوتوكس كايلهاج أو لا ويعرف الظروف هل في تحاليل مثلا للشخص هذا جبل بسم الله ما شاء الله يعني أيوة زميلة 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 يا دكتور زميلة بله فهو فعلا نصبر يتجل بطول يحكي معاه لأنه ما يعمل كل بريد صداع نفسه ممكن يستخدمه أو صداع شقيقة الله عليك وستخدم له لأن الذي برضو ما يكونش فيه استجابة يعني مريض له مثلا لو بيستجيب لدواء واحد وبيأخذ اللي هي الموانع بتاعة الصداع النصفي وماش عليها كويس وتمام التمام ده مش محتاج يعني هو مش موضوع إنه أي مريض بيستخدمه أي فتالي ده مهم جدا أنه هو يحكي مع دكتور بتاعه ويفهم هل هو فعلا من الشخص المناسب لهذه المادة العلاجية أو نعم يعني من الضرورة جدا أنا أقول لستك حاجة مثلا لو واحد عنده واحد عضلات مثلا ده صعب إنه إحنا نستخدمه فيه وهكذا يعني مثلا هنرجع للحركات اللا إرادية بعد الفاصل مستمعينا وحنعرف إذا كان يستخدم البوتكس فيه في علاج الحركات اللا إرادية أو لا لنسمعنا كثير برضو عن هذا الموضوع بعد الفاصل دكتور حسن السلامة حقيقة استفدنا كثير من فقرة واحدة يعطيك العافية استشاري الأمراض العصبية المستشفى الموسى التخصصي بالإحساء وبنتكلم عن استخدام البوتكس في الأمراض العصبية خليكم على السماء رجعنا لكم مستمعينا وضيفنا اليوم الدكتور حسن سلامة استشاري الأمراض العصبية من مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء وبيكلمنا عن استخدام البوتكس في الأمراض العصبية زي ما قلت لكم قبل الفاصل قبل ما نطلع فاصلنا كنا بنتكلم عن حالات أو الحركات اللا إرادية وسمعنا كثير أنه يستخدم البوتكس في علاج هذه الحالات هل هذا حقيقة من قلب الحدث نعرف الإجابة ده فعلا حقيقة أهلا بك تاني أنتم ومستمعينك الكرام الحركات اللا إرادية ديت ممكن تسيب أجزاء كثيرة من الجزء وهي برضو لفظ كده يعني عان شوية وبرضو نتيجة فرط حركة أو زيادة حركة في بعض العضلات ونفس الفكرة اللي قالها اللي هو اللي لاحظ ده اللي هو الكيرنر ده أنه هي برضو نفس الفكرة أنه بيعمل ارتفاع العضلة نتيجة تأثيره على مادة كميائية معينة بتتسرز من نهايات العصب عشان تعمل اجتباط في العضل المادة ديت لما تبقى زي ده أو لاستجارة العضلاء هي التي تبقى زي ده بيعمل حاجات مثلا نبدأ بالحركات العربية اللي هي خاصة بالرقبة أو في الوجه أو أي إن كان الوعي بتلاقي فيه حركة إنه هو الإنسان بدون إرادته عشان كده من الحركات العربية بتلاقي العضلاء دية تتحركت فهي لو في الرقبة مثلا مثلا ناخد على شبيل الإنسان اللي هي الدستونية بسموها أو الحركات العربية اللي هي بتحصل في الرقبة فبتلاقي الحركة دية تتخلي الإنساني إما يحرك بشه في جاه معين منين أو يسار أو فوق إلى آخر دي هذه الإنقباضة العضلة دية أو الإنقباضة المستمرة للعضل ثاني لما لما موظم الأدوية اللي احنا بمتخدمها لها مشاكل كتيرة جدا جدا بالنسبة للمعضع يمكن حتى يعني أنا أمتلك المشكلة بتاعة الصباح الشقيقة ده اللي هو آآ أقصى حاجة يعني لها اللي هو يعني استخدم آآ كتيرة أو حاجات زي كده إنما الأدوية ديت آآ بتعمل مشاكل آآ في دربة التركيز في آآ في آآ في آآ بيحصل للشفار دي إلى آآ في الأدوية اللي بيستخدمت بمثلها زي الحالة. نعم والكلة ولا نعم نعم. مستخدموش. يتفضل دكتور هسن. آآ في مرضى معينين ممكن ما نستخدم ما برش نستخدم فيه الأدوية ديت لو هو في مشاكل في القلب في مشاكل في آآ موضوع التحكم في الجور إلى آآ خير. فده يعتبر آآ علاج مثالي جداً ليهم لأنه آآ آآ المريض ديت نفسه بياخد مرة أو اتنين حقنه ممكن تحسن بعديهم بعد مرة او اتنين او تلاتة ويتبدأ ويتبدأ شكله وآآ وطريق آآ طلطه على الناس إلى آآ آآ ديتفرق كتير جداً لآآ للمريض. دي بالنسبة لها مثلا فيه بعض المرضى فيهم حركة في العينين بيدربشه او بيغمضه. يفتحه كده لا ارادياً. صحيح. ده ده بالنسبة ده يعني ايه شوية آآ لو هو قاد في مكان مش معروف فيه ممكن الناس تفهمه غلط ان هو عمال يغمز بعينه او بحركينه او حاجاته. فان بتأثر على النفسية طبعا. طبعا حتى يعني. يعني لو قاد ضدان حد مسلا. مستكرا ان ايه 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 بيتحقل. دي بعض الناس بيجي لها آآ سواء التهدف العصر السابع آآ وبيجي بعدها برضو حركات فيه شد في الوجه تماما. بآآ بطريبا دي بتأثر نفسيا على بعض المرضى حتى بعض. مزيجة نعم نعم. خد ان هم يخرجوا ياخدوا اجازة وراء اجازة. ان هم يعني منظر آآ غريب. فبالتالي برضو ديت الحقن التاحها يعني تقريبا بيحتاج آآ تلت البايل او يعني طب حقن بسيط جدا جرعة بسيطة جدا بس بتفرق معها في في حاجات كتيرة جدا 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 جدا. جميل جميل كلامك جدا جدا جدا. يعطيك العافية دكتور حسن. طيب. آآ كثير يعني لما نعرف انه الموضوع ده بيحل المشكلة كل انسان بيفكر في مشكلته. آآ بيمكن هذه الاشياء اللي كانت مطروحة مؤخرا كثير لكن آآ ما نعرف يعني اذا كان لي استخدامات علاجية اخرى آآ عقار البوتوكس. فحبي ان نتعرف من حضرتك عليها. آآ في استخدامات. انا زي ما قلت لساتك انه هو يعني من آآ من الثمانيات يعني بدأ يستخدم ويمكن من سنة الفين بعد الفين بدأ استخداماته في آآ اشياء كتيرة جدا جدا. يعني في بنسبة لنا آآ الناس اللي عندها تيبس. آآ تيبس في العضلات. آآ تيجي انه هو آآ في بعض الاطفال بيحصل لها مشاكل في المخ الى خروج يحصل لهم تيبس في آآ الصرق العطراف. فبالتالي حتى بيبدأ الخدمة بتاعتهم صعبة انه هو يغيرونهم الدايبر او الاخيره. فبيبقى الخدمة بتاعتهم صعبة جدا. آآ. التيبس اللي هو بعد مثلا نزيف المخ او شلال. تيبس ما تيجي تتصلب اللوحي. آآ الحركة بتيبس صعبة جدا. تيجي تتيبس بتاع العضلات بتنفسها. آآ ده حل لهم المشكلة ديت برضي. لان معظم الادوية. عشان تدي دواء بيرخ مثلا على سبيل المسال لو تطلع عندي تيبس. تدي مثلا دواء يرخل عضلات. آآ. هو بيش بيرخل جهة اللي هي تاعة تيبس ده. لاني تديها عن طريق الفم. طب يمتص. فبيأثر على الجهتين. اللي كان عندي تيبس من ناحية في الجهة اليمين او الجهة اليسار. فبالتالي دي اعمل ارتخاء في في الجهتين. فبيبقى الحالة بتاعتهم شوية اصعب. انه دي اعمل ارتخاء في جهة اللي هي سليمة او او الاطراف الخيحة يعني. اه. في تعمل مشكلة عرضها. اه. العقار مثله ان هو بيشتغل على العدلة اللي فيها تيبس فقط. فبالتالي بيخليها ترتخي. بيحسن الحركة بتاعة آآ المريض بيستخدامه لليد او آآ او القدم. ويبقى فيه تحسن من غير ما يحتاج آآ ادوية معينة وخصوصا ان هما آآ سواء ادوية الجلقات ونزيد في المخ. معظم المرضى بيبقى فيه مشاكل في الخلب والكلة وحيات زي كده. نعم. فبيبقى صعبة جدا. آآ جميل. طبعا احنا بعد الفاصل اللي جاي يا جماعة هنرجع لكم وحيكون في آآ آآ في استقبال اتصالاتكم على صفر واحد اثنين واحد وستين واحد وستين مية او صفر واحد واحد اثنين واحد سبعة ثمانية خمسة ثمانية خمسة. آآ دكتور حسن يمكننا. حاجة موسيطة جدا. كمان في آآ ستات دي عانوا من التعرق في اليدين والرجلين وآآ وحجازة كده الانفرازات تعرق كثيرة جدا. ده له استخدام هائل برضو لآآ لديه ظاهرة الخطيرة اللي يبتطلق ناس كثيرة جدا. ايديها ورجليها بتاعها او خصوصا احنا داخلين على الصيف فتلاقي فيه فيه علاج ليهم. طب دكتور حسن اذا كان فيه اعراض جانبية كمان لازم نعرفها. آآ يعني ايش ايش الحاجات اللي حب تسلط الضوء عليها? هو هو اخطر اعراضه ان هو يحصل منه آآ حكسية. بس يعني هي ذات الحاجة الوحيدة الموصوطة آآ تبه خطيرة جدا. ان هي يحصل منه. عسان زي اي عاقار بتاع آآ الانسان بيستخدمه. فممكن يحصل آآ منه حكسية. غير كده انه في ساتك تبع المكان اللي هتحيل فيه ممكن يحصل اعراض. طب عارض عارضة. طب هل في فيه اختبارات مثلا عشان آآ تحيل مشكلة الحساسية خلينا نقول اللي هي اول مشكلة ذكرتها. هل في اختبارات جبل استخدامه كمادة علاجية تبين اذا هذا الشخص هيتحسس منه او لا. هو هي عشان نادرة شوية فالطبه صعبة. انما لو هو الانسان مثلا عنده مثلا ان هو تاريخ المرض عنده حكسية من انواع معينة من الادوين والحاجات دي بتتاخذ بحضر ممكن تعمل. مبدئيا للكمية العلوية شافة الاستجابة بتاعتي. ده يعني انه هو ممكن يتعامل المرضى. جميل جميل. اه طيب احنا هنطلع فاصل مستمعينا وبعد الفاصل مكملين معاكم. وحننعرف اذا كان المريض يحتاج للحقن عدة مرات او لا. واي حالات اللي اذا كان ايوة ممكن يحتاج فيها للحقن اكثر من مرة. خليكم على السمع زي ما قلت لكم. هنبدأ باستقبال اتصالاتكم والاجابة على كل استفساراتكم على صفر واحد اثنين ستة واحد ستة واحد واحد صفر صفر او من الرياض على صفر واحد اثنين واحد سبعة ثمانية خمسة ثمانية خمسة خليكم على السمع طبابة الف طبابة الف مع نوها سعدي العيادة المسموعة مكملين معكم ومستمرين وضيفنا اليوم الرائع دكتور حسن سلامة استشارة الامراض العصبية بيكلمنا عن استخدام البوتكس في الامراض العصبية من مستشفى الموسى التخصصي بالاحساء ويعني وصلنا يعني ما شاء الله عليه يعني ما قصر معنا وجاوبنا على اسئلة كثير كمان معلومات اضافية ان شاء الله تكون فادتكم. ارجع اذكركم انه احنا في استقبال اتصالاتكم على صفر واحد اثنين ستة واحد ستة واحد واحد صفر صفر اه ومن الرياض على صفر واحد واحد اثنين واحد سبعة ثمانية خمسة ثمانية خمسة دكتور حسن هل يحتاج المريض للحقن عدة مرات ممكن؟ يعني المريض طبع المرض بتاعي انا هناخد درجع تاني لصداع شقيقة صداع شقيقة ده لو مريض هو مش مستجيد للأدوية وبدأ وبدأ تأثر في حياته العملية بدأ مثلا اللي بتجيبه جديد عن الشغل يعني بدأ يدخل فيه بشاكل اه تأثر مش عارفت واقع الى اخره مريض حياة يعني فيه فعلا حالات يعني فيه حالات تستدعي اكثر من مرة اه ده هي تستدعي اكثر من مرة المريض ده مثلا لو احنا حالناه مرة واحدة وبدأ يبقى يبقى فيه تحسن لمدة ثلاث شهور او ست شهور على اقصد اكتر بدان ما هيا ادوية اللي هي بتاع تنع الموضوع من الصداع ده يتكرر مع مجابي استجابة خلاص فده ممكن يبقى مرة واحدة فقط لديه ممكن يحتاج مرة تانية فالنوع ده من الامراض دي بقى فيه شوية انه ممكن تحتاجي مرة او اتنين في الحق فيه مرضة تانية المريض تاني اه دائما فيه فكرة برضو هو تكرار الحق اللي ممكن يعمل بعض في العضلة ولذلك حتى تطيب الواحظة ممكن تلاحظيها لبعض الناس اللي هما على حبيل المثال دي اللي كنت تبه واضحة شوية اللي هما بستطوروها للتجميل الوجه فبتلاقي بعد مراحل كده معينة هما بصور ان هما هشئنه كذا مرضة بس زي الممثلات والناس ديات فتلاقي بعد شوية ان هما بدأ التعبير سواء الحزن او او الفرح صوتي بتعرف ان هي فرحانة او حزينة عن طريق الصوت لما مفيش اي تعبير عن الوجه نتيجة ان العضلة دي اخذتها بدأ يحصل فيها مشكلة فبترة الحق ممكن يؤدي الى اه دمور في العضلة او تلايب في العضلة فبس تحسن ان هو ما يباش فيه حق كتير انا شفت المرضى ده كدير لان بعض المرضى بيشتاجوا تلات مرات حق في الغالب لبقية الامراض لكن مو اكثر الامراض دي يبقى السبب بتاعها الموجود يعني واحد عندي تيبس مثلا بنتيجة اه اه بنتيجة نزيف او جلطة قدت الى اه يعني اه 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 اذا اتعادته كتير او اصرانه لي الخلايا المقدمة تتجددش تاجه. هيبضل طول عمره كده. فممكن يتحقن على فترات طويلة او او مسافات اطول شوية بعد ثالث مرة او حاجة ازاي. يعني نرجع نقول الحالة الحالة هي الحكم في في مسألة التكرار او او اعدة مرات معانا مجموعة اتصالات. اه زياد يعطيك العافية تفضل. الو. زياد وعليكم السلام. تفضل بسؤالك سريع يا زياد. اي بشر الدكتور عن حقن البوتوكس مدفع عرياتها لليد. كم بالمية يعني. من اي ناحية? صايدة? اه صايدة يعني. التوقف العرض. نعم توقف العرض. والسؤال ثاني بكم سعر الحقن. طيب معلش الاسعار ما حنتكلم فيها لكن اه حنسألها بطريقة شوية مختلفة. شكرا لك خالد معانا. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم. اندي قريب بس بالدكتور. جالوا نوع شخصة الحالة بنوع من انواع الصراع. فكانوا بعطولوا حبوب هنا. فزار مريض دكتابيس في الاندم مختص. اخبروا انه لازم يعطي له حقن بوتكس. وانه هذه الحق كل ستة شهور يجب انه ياخدها من وراء في الظهر. اخد اول جرعة اول حقنة. عملت له جزء من الاتزان اكثر من السابق. وبطرت الحالة تجيله اللي هي كانت تجيله اعزمات بسيطة كده افقد السيطرة على نفسه. فيما بعد ما استمرت التشهور للأسف. ما في شهرين ثلاثا لرجعة الحالة. فنبغى تعليقه هل العلاج بالحبوب افضل؟ هل العلاج نرجع للبوتكس؟ هل في علاج بالعمل؟ جميل جميل. وصل سؤالك خالد. يا تك العافية. معانا كمان هنا بندر. يا بندر. تفضل يا بندر. اهلا وسهلا. سلام عليكم. عليكم السلام. بالله ممكن نسأل الدكتور ان عند الوالدة عندها نشوفية مزمنة في العيون. فطربنا في احد المراكز المعروفة في جدها براء البوتكس. بس ما لاحظنا الفائدة يعني كأن بعد شهر بعد شهرين نحصوهم فائدة. ولحد احين عندها التغميض اللا ارادي والتفتيح اللا ارادي. يعني جفاف في العين. الجفاف في العين نعم. في ناس قالوا ممكن تطربونها اكثر من مرة يعني. طيب. 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 افشر يا بندر. حزن. يعطيك العافية. ارجع اقول لكم امتصالاتكم على صفر واحد اثنين ستة واحد ستة واحد واحد صفر صفر امنا رياض على صفر واحد 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 اثنين واحد سبعة ثمانية خمسة ثمانية خمسة. اه يمكن السؤال الاول كان من زياد مدى فعالية اه 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 البوتكس في 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 مسألة التعرق او اه فرط التعرق او 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 ما شابه يعني. اه الاستاذ زياد سأل على موضوع التعرق. موضوع التعرق ده في اه بيبطة بوظل احيان بيبطة في اليدين وفي اه في القدم اه اتفل وفيه ممكن تحت الابط بحاجة زي كده. اه بيبطة في حق بيبطة في خريطة كده بتتحقن فيه اه برضو في حق الموضوعي لليدين او او تحت الابطة. اه وبيجيب نتائج اه اه بعض المرضى بيجيب نتائج بزهلة جدا. اه. وبرضو ما فيش منه اه مشاكل يعني. اه. اه. ما حصلش من المشكلة. انما نتائجه كويسة لان الى القام ما فيش ادوية بتتأثر على الموضوع ده. اه. نفس الوقت سواء الحاجات اللي هي بتتحط موضوعية سواء اه حاجات ضدرة وحاجة بيجيب برضو. منهاش تأثير جامد. نعم. فالمرضى دول المرضى دول الوحيدين اللي هم همش علاجات مجعة او في الموضوع ده. او بيبطة بحاجة اجتماعيا. يعني تقريبا في بعض الناس بتتبه فيها معاها التشو ده او المناديس يدها على طول باستمرار. اه. اه. او اي شيء بنزيد التعرف ده. الشقة الثاني من السؤال يمكن هنصيغه بس بطريقة مختلفة. هل ممكن نعتبر آآ عقار البوتوكس من العلاجات عالية التكاليف ولا لا دكتور حسن من وجهتنا طريق. اه طيب هو دايما في الخارج بيبطيبوها الطريقة تانية في التكاليف بتاعته. آآ التكاليف بتاعته بالنسبة للمريض التنفس الأدوية. آآ بيخذها. مدى تأثير المرض عليه كعمل وغيابه عن العمل وانتاجه الى آخره. او انت هتحسيبه دي عزل هذه التكلفة من المريض بتتكلفها. او الدولة بتتكلفها. آآ مقارنة بالعقارزة نفسه. هتلاقي العقارز من منزالهم بخير جدا. يعني بس نوزل الموضوع هي التكلفة ازاي بتتحفظ. مش كدوى يعني مكلفة. نعم. آآ كان بيتكلم عنه قريب ليه. عنده نوع من انواع الصرع. وكان بياخد آآ حبوب كانت جيدة. بس بعد كده اخذ البوتكس ورجع ثاني في خلال شهرين قالول وخلال ستة شهور. ورجع ثاني بعد البوتكس رجع ثاني بيعاني من نفس المشكلة. هل تتكرر العملية او يرجع للعلاج الدوائي. عفون? ما اسمتش لساس خالد كان هو استخدم البوتكس ليه? حالة صرع. تستخدمها عشان عليك صرع? نوع من انواع الصرع نعم. لا ما عروحش النوع بتعالج لعناج الصرع جايز هو الاسماته بتكلم عن الام في الظهر وحاجات زي كده خالد. لا رجعت نفس اللي كانت بيقول كان بياخده العلاج عن طريق الظهر الابر كان بياخده في ظهره. اه 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 ما هو نقول لك مجيز يكون فيه الام فهو مريض صرع. نعم. عشان كده بقى. هو مريض صرع. ايوة. اه فهو الالاج بقى بالزبط نرجع ثاني للأدوية اللي هي بتتعالج للالام والتيبشات والكلام كل ده ده بتزود نوبات الصرع. فبالتالي بيخاف مديها مع علاجات الصرع. فبستخدم البوتوكس في الحالات ديت سواء الام سواء تيبس. اه اه الى اخره. ده ممكن يشتخدم في الحالات ديت. بيبدأ صيف عن كده. ممكن يتكرر. نقول ساتك انه هو الفعالية بتاعته من ثلاثة او ستة شهور. يعني برضو ما حدش قال انه هو ممكن يستمر مدى الحياة. ايو اول ستة شهور كاملة. يعني انا ايو. انا بس يحتاج اعادة اعادة تشخيص اه وتأهيل علاجي والله اهلم لانه يمكن فعلا الحالة ما كانت واضحة لو تقدر تتواصل معانا خالد مرة ثانية بندر. اه بيقول بالنسبة لولدته والله شفيله هي يا رب ان شاء الله ويقومه السلامة. اه يعني عندها جفاف مزمن في العين وحركة لا ارادية في الجفون. اه واخذت العلاج بيرجع ثاني. فهل تكراره في مشكلة او يجدر يكرر لانها ارتاحها تواضح. اه هي هي الحركة ممكن الحركة العين ذات نفسها تبار كتيرها في الناس اللي عندهم جفاف. هي لازم تقرد اه يبقى. دي نوع دهوت من المرضى بيبلوا حقه للطريقة معينة بحيس ان هي برضو تبقي تحسن. ده الثاني ان هو تحسن لفترة زمانية. ده مشكلة البوتوس ان هو بيدي يدي تحسن لفترة معينة. معينة. خصوصا الامراض اللي لها اه سبب مزمن. اه. اه فيعني مش مش حل نهائي اليوم ممكن من ثلاثة الفتر الشهور. البسيطة حسن كويس جدا يعني للمرض. زي ما اجيلك دكتور حسن في اول الحلقة حكي مع دكتورك وجلو اذا ممكن اه يتكرر العلاج او او حاجة زي كده. دكتور انا فيه حالات كتيرة جدا ما بنحتاجش حقن مرة تانية ولا تالتة. وفيه بعض الاحيان بنحتاج مرة واثنين وفيه بعض الاحيان. طبعا هذا ممكن من بعض انه تكون الحالة تعالجت او ما ناسبها العلاج. بزر. اه طيب. اه خلينا نسألك دكتور حسن اذا كان ممكن يستخدم البوتكس اه في في بداية اعراض الامراض ولا هو يعتبر من الاسلحة اللي هي تعتبر اخر سلاح علاجي يعني من الواخر ولا من اول العلاجات اللي تنترح. يعني يعني نرجع تاني ليه مثلا الحركات الايرادية في الارضة. او فيه بعد المرضى بيجي مسلا مع ان هو يكتب مع الكتابة يحصل يحصل له حاجة زي الحركات الايرادية في اليد والاصابع اللي بيكتب بيها فبالتالي ما يدرش يكمل. فده بيعثر عليه في الدراسة الى اخره. اه ده من الاول الاصول يستخدم البوتكس. يعني معظم الاناجات مش هتجيب نتيجة معك. اه. تمام? وبيبلاع تأثير في اه زي ما قولنا في درجات التركيز اه الى اخره. اه صداع للشقيقة لازم نكون جرب ادوية لتال منع الصداع اه الاول ما مقدرش نستخدمه اه من اه اول اه اعراضه او اه او الى اخير الى بدل يعني. اه في بعض المرضى انت مستاجه انه تستخدمه الاول لو هو معاه امراض تانية مش قادرين نستخدم اه اه فيها اه اه الادوية اللي هي بتقدي الى ارتخاء عضلات او اه اه افتاح او اه مسكنات او الى اخره ده انت مستخدمه الاول. يعني لو فيه مريض مسلا حتى لو عيان اه شقيقة وعند مشاكل في الكلى او الكبد. اه على جميل مساكل ممكن نستخدم له لا من الاول. جميل. في مرونة في مرونة ملاحظة أنه في مرونة في استخدام البوتكس سواء من ناحية التجميل نعم أو في مثلا خلينا نقول في التجميل أو في غيره لكن عموما إحنا بصفة عامة دائما نقول لازم استشارة الطبيب لازم يكون هو المتابع وزايد أخو الناقص ما في حاجة اسمها أنه أنا شفت هذا العلاج مناسب أقوم أزيد فيه أو أول عكس تماما خلينا نطلع فاصلنا مستمعينا ونرجع على طول خليكم على السماء معكم مستمريين وهذه نهاية محطاتنا اليوم مستمعينا في برنامج طبابة ألف استفدنا كثير من المعلومات اللي يعني قلنا هي دكتور حسن سلامة استشاري الأمراض العصبية فيما يخص موضوع اليوم استخدام البوتكس من في الأمراض العصبية من مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء دكتور حسن دكتور حسن يعني هل نقدر نقول هو آمن كاستخدام علاجي بالنسبة للأطفال أول كبار بس وهل كبار السن برضو يعني يكون من فئة الكبار في هذه الحالة أم أنه الأعمار الفئات العمرية لها تأثير على استخدام البوتكس أو صلاحيته أو مدى فعاليته هو لا أنا ممكن يصدر في الأطفال عادي وممكن يصدر في كبار السن برضو بس هو الحذر تاني يرجع لي مكان استخدامه يعني لو أنا مستخدامه وسأتحق في عضلات الرقبة مثلاً رقبة ده ده بيبدأ له حذر شديد جداً أو في مرضة عندهم مشاكل إلى آخرين آآ زي الأخ اللي بتتصل برضو لو إحنا عندنا مشكلة في العين نفسها لازم نعرف الحركة بتاعة العين دي سببها إيه مش مبارد أنه في عنده حد عنده مشكلة في العين عم وهو بيخصى الحركات في المصول ولا حاجة نحنه بوتكس ده لأ حذر جداً لأنه ممكن يزود الحالة عند المريض مش يقلبه آآ دي الحذر الوحيد اللي هو استخدامه نحن نختار المريض اللي هو يصلح استخدامه مكان الحقن مهم جداً آآ الحالة المرضية مثلاً لو أحد عنده واحد عضلات أو إلى آخره ما قدرش حقن لأنه يزود له عنده عايزي بالمشكلة سواء صغير أو سواء آآ كبير لو عنده واحد حد عنده ارتخاء في الجهون دي بعض الناس آآ كده آآ طبيعي عندهم آآ يعني هم آآ جفونه مرتخية فما قدرش إنه أنا أستخدم فيهم لأنه هايزيد ممكن عينه كلها فبالتالي في خذر معين بالمرضى أكتر شوية تبع المكان الحقن والحالة المرضية بتاعت المريض يعني ممكن يزيد له الحالة المرضية بتاعته بالحق طيب آآ المريض اللي بياخذ أو أخذ البوتكس هل في عناية خاصة به أم إنه شخص عادي جداً يعني؟ لا هو هو بس في عناية في الأول يوم بعد الحق نحن بننصحه بنصائح إنه هو مثلاً ما يمي مثلاً لو هنحن الوجه على سبيل المثال ما يكونش قريب من أي حاجة فيها على درجة حرارة عالية آآ ما يضغطش على الجلد بتاع المثال الحقن أو الأخير ما يسيبه آآ ما يستخدمش مية آآ سخنة أو ما أو آآ موضات تنظيف أو حاجة زي كده زي الكثميات والحاجات زي ديه آآ في خلال الـ 12 ساعة أولين مثلاً على أخصى تأذير يعني آآ ممكن ما يوطيش قدام شوية كتير أو هو حاجة الوجهة أولاً آخره ففي شوية نصائح هي مجرد ممكن تكون من 24 ساعة لأولينين 6 ساعات الأولينين إلى آخره طبعاً ما كان الحقن بتاعه ديه الحاجة الوحيدة اللي ممكن ننصح بيها المريض إنما مركياً ديه ما فيش مشاكل يعني جميل أذكركم وسمعينا إنه اتصالاتكم على 012-616-110 ومن الرياض على 011-217-885 مرة أخرى 012-61-61-100 أو 011-217-885 هنا فيه سؤال دكتور حسن بتقول إنه أنا ذهبت لطبيب واستخدمت البوتكس كمادة تجميلية يعني وقل لها كل ستة شهور تيجي تكررها فيه خطأ في هذا الموضوع أو لا؟ التاني برضو أنا عايزين ناخد صورة فيه ناس مشاهير جداً استخدموا البوتكس بطرات طويلة واخد ذلك يعني أنا عايز من الناس دي تتترج عليهم أتلاقي تعبيرات بشهم غير موجودة على الإطلاق أنا بقولك إن انت ممكن تعرف الواحد فرحان ولا زعلان ولا مش هاد عن طريق الصوت بتاعه يعني الصوت بتاعه لو بيضحك إذا هو فرحان لو هو مثلاً بيبكي الصوت البكاء ممكن تعرف إنه هو غضان إنما تعبير الفرحة والحزن واللي قدامه بيبدأ يبداي لأنه مش عارف أصلاً الاستجابة بتاعت وشه إيه يعني أنت عارفة فيه تعبيرات للوجه مهمة جداً لما الناس تتكلم بعض فيه تعبيرات للوجه ممكن يتغنى عن كلام كتير جداً صحيح كتر الحقم البوتوكس في الواجب يفقد هذه التعبيرات أنا برضي يعني جيد تختلف من إنسان لإنسان أو إنسانة لإنسانة بس أنا مش شايف أي وزن لأي علاج يفقدني هذه الميزة اللي ربنا خلقها آآ وكل زي ما بنقول كده كل السن اللي هو جماله آآ آآ ممكن تشائم في مكاء أماكن معينة آآ تدي جمال صحيح إنما ما تأثرش على تعبيرات الوجه هي ديت النقطة اللي هي بس آآ تلاحظها لإن معظم تكراري الحقم بيعمل لي مشاكل لإن العضلات بتاعت الوجه ضعيفة جداً فبالتالي لما بيحصل بتحصل مشكلة مستمرة مع خطر الحقنة فممكن بعد مرة اثنين ممكن تتحقن فيه أماكن معينة آآ زي الجابعة مثلاً مثلاً لو فيه ناس عندهم مدين حاجبين كده اللي هم الناس اللي هم دايماً مكشمين دول أو اللي هم زعلينين دايماً وغد ذلك فممكن تحقن فيه أماكن دية هتدي شوية آآ بحجة للوجه إنما مش هتفقدها بتعبير الوجه هي دي بس النقطة الوحيدة اللي ممكن ننصحها بيها يعني طيب آآ هنا فيه سؤال بالنسبة للصداع النسفي هل ممكن يكون البوتكس علاج دائم من مرة واحدة ولا هو يعني إنه زي يتيال اللي بيسأله إذا كان جدول أو آآ آآ مجموعة من الألاجات جدول يعني يعني أكثر من مرة ياخده آآ لا لا أو آآ مجموعة من الصداع نسف ممكن من أحسن من الحاجات اللي بيستخدم فيها يعني أنا عايز أكثر الحلقة بتاع المريض عنده صداع يستخدم أدوية المسكنات بطريقة مش صحيحة بتزوج للصداع هو هيعملي ما هو ما فيش عنده حل تاني آآ فالصداع ياخد مسكنات تاني وهو هكذا المسكنات الكثيرة بتأدي إلى إن هو مصر والصداع مع بعض يقدر عدم النوم آآ يزوج الصداع إلى هذه الحلقة المطرغة فإحنا بنيجي نفسر الحلقة دية أو الضايرة المطرغة اللي هو داخل فيها فبالتالي بيرجع عادة أكليش يعني على أن تقدير لطبيعة الصداع اللي كان عنده أبل كده فبعامل الأدوية اللي هي تمنع الصداع اللي هو ممكن يستخدمها لمدة شهور مانهاش مشاكل جانبية كتيرة ممكن يستخدمها عن البطس وممكن في الحالة دي استخدمها واحدة دي خبرات برضو شخصية برضو ما تقدرشت عميميها بفيه بعض الناس أخذت مرة أو تنين وخطفوا تماما حتى بدون أدوية الصداع وأعادة فترات طويلة سنتين ولما رجع لهم الصداع دين يعني ممكن أعادة فترة طويلة جداً فدي بتبقى انبيديديولايز يعني من إنسان لإنسان مختلفة بس عموماً هي دي الفكرة بتاعة البطس فضالي إن أنا أخفت أو أبنى على الصداع لفترة فس لما أرجع للأدوية المعتادة اللي هي تبنى على الصداع المصري هتلاقي فيه استجابة قويسة جداً بيها ممكن المريض يستخدمها طيب فيه سؤال كمان ممكن ما يستخدمش عدوية فيه سؤال كمان بيقول هل يتعارض البوتكس مع أي نوع من أنواع العلاجات الأدوية الأخرى أو لا؟ لا 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 خالص ما فيش علاجات يتعارض معها لنقول لو هو فيه بعض الأمراض اللي إحنا خطر إن إحنا نستخدمها معها فيه العلاجات دية تتعارض معها فقط نغير زي ما أقولك وعن عضلات ستين مشاكل في مسكولة البلع إلى آخره ده هيتعارض كتير جداً مع البوتكس الأدوية اللي يخبر جميل السؤال الأخير معنا عموماً البوتكس هو حق في عضلة ويبدل في العضلة موضعية يعني هو ما بيروح الدم حتى لو رأس بيتقول هل جداً بيقرش الدم ولا بياخد الدورة الدموية يوصل لبعض الأعضاء وهو في المكان اللي اتحقن فيه بيقدر في المكان اللي اتحقن فيه السؤال الأخير هنا دكتور حسن معنا هل هو آمن استخدامه المرأة الحامل أو لا؟ دية مشكلة جديرة جداً ليه؟ لأن الإنسان بعيد عن التجارب هي دية مشكلة كبية فأيه دو على فكرة مش على عد البوتكس يعني بعيدة جداً عن التجارب بمعنى ايه؟ معنى ان انا ما اقدرش ياخد مثلاً مية سيدة حامل واتديهم عقار البوتكس واجرب عليهم ومية ثانين مش هجرب عليهم عقار البوتكس وبعدين بعد كده بعد الملادة هشوف هل في مشاكل في الجنين ولا ده اسكالي أخلاقياً غير مقبول استحالاً دي حاجة لما تجي نتدربي على الحيوانات برضو ما نقدرش ننقل التجربة للإنسان نعم 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 دكتور حسن نشكرك جداً وشكر موصول لمستشفى الممسى التخصصي بالحساء لا والله نسعيد جداً بكلامنا عاكي ست نوعاً حقيقي انت إنسان رائع يعطيك العافية ونتمنى ان تكون ضيفنا في حلقة جريب بالمرأة ويا رب نكون نقفدناهم إن شاء الله وربنا يشفي الجميع المرضى وما يحتاجوش أي علاج خار امين ونشكرك ونسأل الله سلامة للجميع شكراً مستمعين ضيفنا اليوم كان دكتور حسن سلامة استشاري الأمراض العصبية من مستشفى الموسى التخصصي بالحساء وتكلمنا عن استخدام البوتكس في الأمراض العصبية يعطيكم العافية كنت معاكم نوها سعدي على أمل يجدد لقائي فيكم غداً بإذن الله الساعة شهر الصباح في برنامج تنبو دايماً كونوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بخير يعطيكم العافية في أمان الكريم وانتبهوا لبعض